أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المكانة العظيمة لذكرى المولد النبوي الشريف وأهمية الاحتفاء بها وتعزيز الموروث الثقافي والديني وترسيخه في المجتمع جاء ذلك خلال حضور سمو حفل إطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البدر واحتفالية المولد النبوي الشريف في مركز الفجيرة الإبداعي وأشار سموه إلى دعم وتوجهاته صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتطوير الحركة الثقافية على مستوى الإمارة عبر المشاريع الرائدة التي تمد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي وتسهم في إبراز الموروث الديني الاجتماعي لدولة الإمارات وتخلل الحفل تقديم فقارات من فن المالد وقصائد طلابية شعرية في المديح النبوي وتجول سموه لعاد الفجيرة في المعارض الفنية المقامة ضمن المهرجان والتي يشارك فيها نخبة من أهم فناني الخط العربي من مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر